السلام عليكم معكم مراد. نستطيع درس الاعداد الكسرية. نحن سألتها في هذه الدرس. سوف نتعرفها في كل سيانس. سوف نحاول نعرف فيها شيئا. في الأول سيانس سوف نرى أن نفتح فيها. قد يكون نمبر أو فرقشن. ماهو عدد كسري؟ عدد كسرية هي النمبر فرقشنر. ماهو عدد كسري مثل سوف نتob Rapid T 5-10 هذا يسمى عدد الكسري يسمى فرقشن نحن نقوم بعمل يسال 50 على 10 50 على 10 هذا هو عدد الكسري نحن لدينا أعداد صحيحة طبيعية هذا القوة على المقام هذا القوة على المقام هاد لَا بَاِrtِي عَنْفِرِيرُ كَيَتْسَمَعْ عَلْمَقَامِ التسمكَ لَيْنَوْمِنَتَرْ دِيْنَوْمِنَاتَرْ دَكُرْ لَيْنَوْمِنَاتَرْ إذن كيه للميراتير ليهو البسط وكيه للمقام ليهو другой ديْنَوْمِنَاتَرْ هاد لول عداد كثري آلوا، átention باشيكون لدي العداد كثري يعيون فالابل، صحيح يجب أن يكون المقام يخالف الصفر يعني هذا المقام يخالف الصفر يجب أن يكون على وعي بها العدل الكسري يوجد المقام البسط و يوجد المقام الدينوميناتور هذا المقام يمكنه كذلك نسميه ظر الصفر ومن المقام يسميه يمكنه أن يسميه يجب أن يكمله وفاق 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 وهذه العدد الكسري فهذا العدد الكسري يعني العدد الكسري يكون صحة بعمل خاص المقام doit être différent عن 0 يعني يخصيكون لا يساوي 0 دقو البست يسمى لنميراتور والمقام يسمى لدينومنتر معلومة اخرى هذا العدد الكسري يعني المقام يمثل لنا الكل لطول والبست كي متنا لفرقش alors هنا لنميراتور représente un tout et لنميراتور représente une fraction أو bien une partie نعطي مثال عندي مثال هالدائرة هادي دائرة دقو الساكل عندي نايا ولو عندي هنا يدي تريانج مت لات دقو alors هنال لون واحد مت لات مثال هادي اللون وهادي الثاني دقو اذا نحن اللوننا هنا جد متلاتات انا هنا بغيت نكتب هاد يعني هاد المتلاتين الملونين بغيت نكتبوهم على شكل عدد كسري يعني هذا العدد كسري سيكون فيه البسط وسيكون فيه المقام اذا شو قلنا قلنا بأن الديناميناتور représente le tout كي مثلنا الكل شنا هو الكل الكل يعني عدد المتلاتات اللي عندي هنا يعني 1 زوج 3 4 5 6 6 دقو وقلنا بأن النوميراتور يمتلك فرقشن أو 1 جزء إذا ما لدي جزء ملون لدي جزء أين إذا هنا الفوق نضيف الأعدد للأجزاء الملونة وبالتالي العدد للأجزاء الملونة كي مثلنا 2 على 6 إذا نريد العدد للأجزاء الغير الملونة التي لم تلون لنرى نضيف هنا في المتلات المتلات بصفة عامة الملونة ومثل أعداد المتلات الغير ملونة 1 3 4 المجموع المتلات الملونة 2 على 6 ومجموع المتلات الغير ملونة 4 على 6 إذا جمعنا الملون ما ما لنضيف سأعطينا 2 6 6 6 6 6 1 7 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2